قدرتكو كل متابعين متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان في هذه التغطية العاجلة أفادت وزارة الداخلية في خبر عاجل أن قطاع الأمن الوطني تمكن من إجهاد مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية وبالنسبة للتفاصيل فتقول أن صفوان ثابت كلف يحيى مهران باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية للتحايل على إجراءات التحفظ المتخذة ضد كيانات الاقتصادية للتنظيم حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إجهاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والتي تستهدف المساسة بالأمن الوطني والنيلي من استقراره وإعادة إحياء نشاط التنظيم حيث ترجحت قطاع الأمن الوطني والجهات المعنية من ضبط شقة بحدائق الأهرام تم إخفاء بها ملايين الدولارات لاستخدامها في الأعمال الإرهابية وكشفت المعلومات إلى اطلاع الإخواني يحيى مهران وعثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس أفوان ثابت حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحاول والالتفاف على إجراءات تحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات وأضافت أيضا المعلومات استغلال الإخواني يحيى مهران إحدى الشقق السكنية كائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم حيث تم عقب تقديم الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور كما عثر على غرفة سرية بالشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ ثمانية مليون واربعمائة ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى وكانت أنيابة العامة تشفت فيها التحقيق مع صفوان ثابت بالقضية 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا عن ارتكابه عدد من جرائع المختلفة للإخلال بالأمن الوطني والنيل من مقوماته الاقتصادية من خلال الاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد وعقد عدة اجتماعات اتطلقوا خلالها على وضع خطة إيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليا كانت وجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها وأيضا المنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات وذلك عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وذلك بالإضافة إلى تهمة الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل أيضا على تطايد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاد الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن خلينا نعيد على حضرتكم مرة تانية هذا الخبر العاجل وكل التفاصيل التي أوردتها وزارة الداخلية أفادت وزارة الداخلية في خبر عاجل أن قطاع الأمن الوطني أفادت أن قطاع الأمن الوطني تمكن من إجهاد مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية وبالنسبة للتفاصيل فتقول أن صفوان ثابت كلف يحيى مهران باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية للتحايل على إجراءات التحفظ المتخذة ضد كيانات الاقتصادية للتنظيم حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إجهاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والنيل من استقراره وأيضا إعادة إحياء نشاط التنظيم ونجحت قطاعات الأمن الوطني والجهات المعنية من ضبط شقة بحدائق الأهرام تم إخفاء بها ملايين الدولارات لاستخدامها في الأعمال الإرهابية وكشفت أيضا المعلومات كشفت اطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارس في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات وأضفت أيضا المعلومات استغلال الإخواني يحيى مهران أحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم ونتابع معكم الآن في هذه الصور ترجمة نانسي قنقر لمداهمة الشقق السكنية في منطقة حدائق الأهرام وعقب تقنين الإجراءات يعني تمت مداهمة الشقق المشار إليها وضبط الإخواني المذكور كما عثر على غرفة سرية بالشقق تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي وأيضا بعض العملات الأخرى وكانت النيابة العامة كشفت في تحقيق مع صفوان ثابت بالقضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا عن ارتكابه عدد من جرائم الإخلال بالأمن الوطني والنيل من مقاوماته الاقتصادية وذلك من خلال الاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد وعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبداء للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليا كما وجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات وذلك عبر ضخي أموال في حسابات قيادات بالجماعة بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وذلك بالإضافة إلى الكثير من التهم الأخرى منها تهمة الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبدولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن لازلنا نتابع مع حضرتكم في هذه الصور الأخبار العجلة التي تردنا الآن من وزارة الداخلية وأفادت وزارة الداخلية في خبر عاجل قبل قليل أن قطاع الأمن الوطني تمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية وبالنسبة للتفاصيل فتقول وزارة الداخلية أن صفوان ثابت كلف يحيى مهران باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية وذلك للتحيول على إجراءات التحفظ المتخذة ضد كيانات الاقتصادية للتنظيم حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إجهاض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والتي تستهدف المساسة بالأمن الوطني والنيل من استقراره وإعادة إحياء نشاط التنظيم حيث نجحت إقطاعات الأمن الوطني والجهات المعنية من ضبط شقة بحدائق الأهرام تم إخفاء بها ملايين الدولارات لاستخدامها في الأعمال الإرهابية وكشفت المعلومات إلى الطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحيلي والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخدة ضد الكيانات وأضافت المعلومات استغلال الإخواني يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور كما عثر على غرفة سرية بالشقة تستخدمون كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي وأيضا بعض العملات الأخرى وكانت أنيابة العامة كشفت في التحقيق مع صفوان ثابت بالقضية 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا من ارتكابه عدد من جرائم للإخلاء بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية وذلك من خلال الاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد وعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبداء للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالية تابعنا مع حضراتكم هذه الأخبار العاجلة من تلفزيون اليوم السابع وبتأكيد أنتابع معاكم كل ما هو جديد والتطورات الخاصة بهذه القضية شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء